موسيقى كان يسوع يملك سلطان على كل جزء بالخليقة ومع انه لم يذهب بالشارع ويقول اعبدوني انا الله انا الله بس كان يسوي الأشياء التي لم يستطع يسويها غير ربنا وبعدين كان يمطني الناس فرصة الاستنتاج الحقيقي بانفسهم يظهر القصدين التاليتين من هو يسوع برايك واليوم التالي راح الى مدينة اسمها نايين وراح اوياه الكثير من تلاميذ وناسه الكثير لما صار قريب من باب المدينة اكوا واحد ميت حاملية ابن وحيد الامة وهي ارملة وياها جماعة من المدينة لما شافها وراب تحنن عليها وقال لها لا تبتين وبعدين تقدم ولزم النعش فوقف الناس اللي كان حاملين النعش فقال ايها الشاب لك اقول قم فجلس الميت وابتدى يتكلم فدفعه يسوع الى امه اخذت جميع خوف ومجد الله فاليوم من الايام راح زار يسوع اختين حزينتين مارثة ومريم فقبل اربعة ايام مات اخوهم العازر فقالت مارثة ليسوع يا سيد لو كنت هاهنا لم يموت اخي فقال لها يسوع انا هو القيام والحياة من امن بي ولو مات فسيحيى وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد موسيقى اتؤمنين بهذا؟ وقالت له نعم يا سيد انا قد امنت انك انت المسيح ابن الله الاتي الى العالم موسيقى وجه يسوع الى القبر شانت مغارة وحاطين عليها حجر قال يسوع ارفع الحجر قالت له مارثة اخت الميت قال سيد تحلل لانه صلى اربعة ايام وقال لها يسوع يشاني مو قتلش اذا امنت تشوفي مجد الله موسيقى فرفعه الحجر موسيقى ثم صرخ يسوع بصوت عظيم لعازر تعال اطلع موسيقى فخرج الميت ويداه ورجله مربوطتان باقمطة وجهه ملفوه بمنديل فقال لهم يسوع حلوه ودعوه يذهب موسيقى ان يسوع هو الوحيد بالتاريخ كله اللي قدر ان يقول انا هو القيامة والحياة موسيقى وهو برهنت عماله على انه كلماته صحيحة موسيقى 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 موسيقى